بسم الله الرحمن الرحيم شركة عرب روب النهاردة هنكلمكم عن السيفون المستخدم لبطاريات الدواجن سواء التسمين أو البياض ويستخدم في التربية الأرضية لخطوط النبل سوف نتحدث عن مقاساته سوف نتحدث عن طريقة استخدامه قبل أن نتحدث يريد تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو طبعا السيفون كما أنتم شايفين أول حاجة له بيان هنا يورينا كمية الماء وهذا مهم جدا في شغل البطاريات للي يعمل بطاريات يعني ممكن ما يخدش بالهم السيفون الماء خلصت أو الماء قطعة أو مكتومة أو 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 عندنا السيفون بيشيل بالزبط لحد العلامة دي إتناشر لتر غير المسافة دي السيفون مقاسه ارتفاعه كده تلاتين سنتي وكده تلاتين سنتي وجوه عشرين سنتي من تاني تلاتين سنتي في تلاتين سنتي في عشرين سنتي طبعا احنا عاوزين مثلا يعني السيفون يعني طريق تركيبه هو حاجة بسيطة جدا له اتنين حامل في الظهر واحد اتنين هذا يركب على البطارية على السلك بتاع البطارية أو ممكن نعمله حامل كده يركب هنا أو لو تربية أرضية نعمله عمود وعليه حامل يركب بطريقة دي هذا بالنسبة لطريقة التركيب طبعا هنا فتحة دخول الميا فتحة دخول الميا هي متصلة بالعوامة وهذه كدلوقتي ازاي ده السيفون من الداخل ده العوامة العوامة اخرها عند البيانة اخرها عند البيانة اللي هو يعني بيشيل ده الفتحة اللي هي بينزل منها الميا للخط البطارية أو التربية الأرضية اللي جوه ده ده يعني بيتم من خلاله تنظيف السيفون بيتم من خلاله تنظيف السيفون طبعا فيه اثنين جوان هنا ده ده السيفون وشرح كامل ليه لمطعنا وده المنظر من تحت ، تلف السفون كبير ماشاء الله خلاله اشعال الله تلف السيفون تلف ارب قدس rabbaka قدس